بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أيها الإخوة حديثنا إليكم في هذا اللقاء عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأخلاق جمع خلق والخلق هو السجير وصورة نفس الإنسان الباطنة التي تصدر عنها الأفعال الاختيارية ولما كانت هذه السجية ملازمة للإنسان سمي الخلق بذلك لأنه لا ينفك عن صاحبه كالخلقة الملازمة لصاحبه والنبي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هو صاحب الخلق الكامل يكفيه ثناء ربه جل وعلا عليه بذلك في قوله وإنك لعلى خلق عظيم فليس بعد هذه الشهادة من شهادة وليس لقول الله من معقب والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وتعرف أخلاق النبي الكريم وسيلة للتأسي بها والاقتداء بنورها في جميع الشؤون ومن حكمة الله ورحمته بعباده أن جعل الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم بشرا ليسهل على مريد الهداية وطالب الحق الاقتداء والاهتداء لأن رؤية هذه الفضاء ماثلة أمام العيان في بشر من جنس البشر يبعث في النفس الطمأنينة بالقدرة على المحاكاة ويبين أن تحصيل هذه الفضائل ليس بالأمر المستحيل ولو كان النبي ملكا لم يتحقق أمر الاقتداء والاقتداء لأن الملائكة معصومون وما يكون فيهم من كمالات لا تمكن محاكاته فيتعذر على الناس الاقتداء بهم لعدم التمكن من ذلك بسبب أنهم فطروا على الطاعة والاستقامة وعدم المعصية لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن ناحية أخرى فإن خلق الملائكة عظيم لا يحتمل البشر رؤيتهم ولا التعامل المباشرة معهم ولن يسهل على البشر ذلك إلا إذا ظهر هؤلاء الملائكة في صورة بشر كما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل وسأله عن مراتب الدين عن الإسلام والإيمان والإحسان قاصداً بذلك تعليم المسلمين لها ومعرفتهم بها وإذا ظهر الرسول الملك في صورة رجل عادت المسألة كما كانت في الاقتداء بالبشر في الأخلاق الحسن والرسول بشر مثلهم لا يتميز عنهم في بشريته بشيء فهو يأكل ويشرب ويصح ويمرض ويفرح ويحزن وينام ويستيقظ كل ذلك مما فطر عليه البشر إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتميز عن بقية البشر بأنه يوحى إليه بأمر الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقد قص الله علينا قول المشركين عن الرسول عليه الصلاة والسلام واستنكارهم عليه أنه يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق مثلهم وأنه لم يؤيد بملك يمشي معه ويبين صدقه وقال جل ذكره وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها إلى آخر الآية فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر لكن الله أكرمه وميزه عن غيره بنزول الوحي عليه وسيكون حديثنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جانبه أولهما أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم مع ربه وهذا الجانب أعظم ما يجب الحرص عليه لأن عناية العبد المسلم بذلك هي السبيل إلى الفلاح والنجاح وإذا رضي الله عن المخلوق أرضى عنه الخلق كما أن تحقيق هذا الواجب من أعظم الوسائل المعينة على حسن الخلق مع الخلق وقد بيّنت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه عندما سئلت عن ذلك فقالت في عبارة جامعة كان خلقه القرآن ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مطبقا لما جاء في القرآن يعمل بأمره وينتهي عن نهيه ويتأدب بآدابه ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال التي لم تسقل التسلية ولا لتسجية الوقت وإنما للعظة والاعتبار وتثبيت المؤمنين وترغيبهم فيما عند الله وتحذيرهم من غضب الله وعقابه فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الأمر ترجمة حية للقرآن في حياته وسلوكه وسنذكر هنا بعضا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في حق ربه عز وجل بحسب ما يتسع له المقاب وهي أخلاق جوامع يندرج تحتها فروع كثيرة تلتأم معها ويشد بعضها أزر البعض على النحو التالي الخلق الأول خوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخشيته من الله والخوف حالة نفسية تعتري صاحبها لما يحذره من وقوع المكروه والنبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب المقام المشهود والقدح المعلّى في خشيته من ربه وخوفه منه وهذا كما يدفع إلى الانكفاف عما يغضب الله فهو أيضا يدفع إلى المسارعة إلى طلب مرضاته وخشية النبي عليه الصلاة والسلام عرفت إما بصريح قوله أو بظهور بعض العلامات الدالة عليها في وجهه وبدنه عليه الصلاة والسلام أو في تصرفه ومما جاء في ذلك قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته في بيته إرادة للاستكثار من الخير من هؤلاء النفر أرادوا أن يستكثروا من الخير فجاءوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لأن هذا الجانب لا يعلمه الناس فأحب هؤلاء أن يعرفوا ليعملوا به رغبة في الازدياد من الخير كما قلنا فلما أخبروا بعبادته عليه الصلاة والسلام في بيته كأنهم تقالوها لم تأتي محققة لما أملوا فراجع بعضهم بعضا فقالوا أين نحن من رسول الله لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخروا فتعاهدوا على أن يزيدوا من العمل الصالح وأن يتفرغوا للعبادة والطاعة بالبعد عن الدنيا وشواغلها فقال أحدهم أما أنا فأصوم فلا أفطر وقال الثاني وأنا أصلي الليل فلا أرقد وقال الثالث أما أنا فأصوم فلا أفطر وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج بإذن يتبتل للعبادة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فناده وهذا هده صلى الله عليه وآله وسلم في البيان والإنكار والتعليم كان يسارع إلى التصحيح والبيان وهذا ما دلت عليه القاعدة المعروفة عند العلماء أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة حتى لا يسترسل هؤلاء فيما قطعوه على أنفسهم ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منه ومن ذلك أيضا ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسبب وسبب ذلك خشيته أن تكون عذابا لأن الله أهلك بها قوم عاد وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما إذا رأى مخيله في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت سري عنه قالت أم المؤمنين فسألته يعني عن سبب ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطيرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيئا بأمر ربها وروا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام ورقوع وسجود رأيته يفعل وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عبادة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وروا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ عليه يعني القرآن قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة قال لي كفة أو أمسك قال فرأيت عينيه تذرفان من تأثره عليه الصلاة والسلام وخشيته من موقف يوم القيامة وسماعه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن من ابن مسعود يأتي متسقاً مع ثنائه عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن مسعود بحسن القراءة حيث قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يسمع القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليسمعه أو فليقرأه على ابن أم عبد وابن أم عبد كنيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد روى عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني من البكاء ومن أراد أن يكون له نصيب من هذا الخلق فليد من نظر والتفكر في قوارع القرآن وأخبار أهوال القبر وأهوال يوم القيامة وأوصاف النار حتى يرق قلبه وتزداد خشيته من ربه فيقبل على مرضاته وهذه هي صفة القلب الحي الذي يرجى لصاحبه الخير وإذا انضم إلى ذلك الرجاء من الله سبحانه وتعالى بالعفو والمغفرة والقبول والإحسان اكتمل الأمر وأصبح المرء المؤمن بين الخوف والرجاء وهذه هي الحال التي يجب أن يكون عليها أما من كانت الآيات والنذر تمر به فلا يرفع بها رأسا ولا تحرق فيه ساكنا فهذا من الغافلين والعياذ بالله وممن أقفل على قلوبهم وعشية أبصارهم نسأل الله السلام الخلق الثاني من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه الصبر والاحتمال في جنب الله والصبر كما يعرفه العلماء هو حبس النفس على ما تكره وهو إما صبر على طاعة الله لأن النفس ربما تذمرت من التكاليف فدفعت صاحبها إلى الانقطاع وترك الطاعة فعندما يزمها صاحبها ويلزمها بما يحبه الله من الطاعات التي تقرب منه ويستمر على ذلك تذل وتلين وهذا من أعظم أنواع العبر وهناك صبر عن معاص الله وهو حبس النفس وكفها عن الوقوع فيما نهى الله عنه ومن طبائع النفوس أنها تحب الانفلات ويزين الشيطان لها الشهوات والشبهات وعلاج ذلك بكفها وإلجامها حتى لا تنفلت ولا بد من الاستمرار في ذلك لأنه لا يؤمن جانبها والشيطان يجلب بخيله ورجله لجرها إلى معصية الله وهناك نوع آخر من الصبر وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تجري بعلم الله وبحكمته فيتألم لها الإنسان وليس للمسلم إلا الصبر والرضا والقناعة بقدر الله سبحانه وتعالى والرغبة في ثوابه وقد امتدح الله الصبر وبين عاقبته الحميدة وعظم أجره وأنه سبيل إلى الجنة قال جل ذكره وبشر الصابرين وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال عن الجنة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وغير ذلك كثير في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد الصابرين وقدوتهم في الاستمساك بهذا الخلق الذي يروض النفس ويهذبها ويصلها بما يحبه الله ومواقف الصبر في دعوته وسيرته عليه الصلاة والسلام لا تكاد تفارق نظر المتأمل ولا تعزب عنه منذ أن بدأ دعوته في مكة إلى أن توفاه الله وهو الصابر المختسب فقد أسمعه الكفار في مكة أقذع السباب والشتائب وأذوه في نفسه وفي أصحابه وفي دعوته فظل ثابتا على دينه متسكا بأمر ربه حتى أظهره الله فدخل فيه الناس أفواجا ومما ورد في صبره على الأذى ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي عند البيت يعني عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأخذ فلما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا وجعل يميل بعضهم على بعض من شدة الفرح بهذا الصنيع الخاصر فأخبرت فاطمة رضي الله تعالى عنها فجاءت وكانت جارية صغيرة فطرحته عنه وجعلت تشتمون وفي موقف آخر لهذا الشقي عقبة بن أبي معيط جاء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر فدفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومن ذلك صبره عليه الصلاة والسلام على الأذى الذي لحقه من الكفار عندما ذهب إلى الطائف فأغروا به سفهاءهم اشتمونه ويتنقصونه ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه وكذلك صبره على فرق عمه أبي طالب وعدم قبوله الدخول في الإسلام حتى مات على الكفر وصبره على موت زوجه خديجة ومقتل عمه حمزة وتمثيل المشركين به وعلى فقده لأبنائه وبناته وغير ذلك كثير وعندما بعث الله له ملك الجبال ليأتمر بأمره في شأن قومه الذين كذبوه وآذوه إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين والأخشبان جبل مكة فقال عليه الصلاة والسلام متذرعا بالصبر رجاء ما عند الله بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وقد حصل ما أمله النبي عليه الصلاة والسلام بصبره وحقق الله له مرادة لأن عاقبة الصبر الظفر يقول الشاعر اصبر على مضض الإدلاج في السحر وفي الرواح إلى الطاعات في البكر إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في أمر يؤمله واستسحب الصبر إلا فاز للظفر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من من يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أن يجمع قلوبنا على الحق والخير والهدى وإلى أن نلتقي في مرة تالية استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته